للمعلومة النافعة السيد السيستاني أتحدث عن المرجع الأعلى في النجف هو من مدينة مشهد وولادته في مشهد ولد فيه سنة ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين على ما هو معروف للهجرة فأدرك حينما كان يافعا أيام ميرزا مهدي الأصفهاني فالسيستاني درس المقدمات عند تلامذة ميرزا مهدي الأصفهاني درس المقدمات وربما حضر بعض مجالس الميرزا مهدي الأصفهاني توفي ميرزا مهدي الأصفهاني سنة ألف وثلاثمائة وخمسة وستين للهجرة والسيد السيستاني ولد في سنة ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين للهجرة يعني قد بلغ إلى السنة السادسة بعد العاشرة في زمان وفاة الميرزا مهدي الأصفهاني وبعد ذلك انتقل إلى مدينة قم وتتلمذ عند السيد حسين البرجردي وتأثر به كثيرا وفارق كبير بين المدرستين مدرسة ميرزا مهدي الأصفهاني مدرسة مهتمة بالقرآن وبالحديث بينما مدرسة البرجردي هي مدرسة طوسية صرفة وهي غاطسة في الفكر الناصبي إلى حد بعيد جدا فالنشأة العلمية للسيستاني صحيح في بداياتها كانت في الأجواء القريبة من فكر ميرزا مهدي الأصفهاني لكنه طلق ذلك وارتكس في فكر البرجردي إنها المدرسة الطوسية والعميقة جدا في طوسيتها ذكرت هذا للمعلومة التاريخية النافعة ترجمة نانسي قنقر